أصعد الله مساءكم من عين التيني إلى السرايفة اليرزي جال المبعوث الأمريكي على بر وميقاطي ومن ثم العماد جوزاف عون مشددا على تطبيق القرار 1701 بشكل دقيق وكامل مع ما يعنيه ذلك من خطوات على حزب الله تنفيذها وإلا تتحول هذه الدعوة إلى ذريعة لمهاجمته في هذا الوقت راجت أنباء بعض الظهر عن أن هوكستين يبحث مع وسيط من حماس في بيروت في إطلاق الرهائن المحتجزين لديها في غزة وما رجح الخبر مساء لقاء هوكستين اللواء عباس إبراهيم الذي قال إنه عرض على حماس التوسط في موضوع الأسرى جنوبا تصاعد التوتر وتوسعت رقعة القصف المتبادل وزير الدفاع الإسرائيلي يو أف جالينت قال إن أي خطأ من حسن نصر الله سيؤدي إلى دمار لبنان وهدد بأن القوات الإسرائيلية ستضرب قادة حماس في الأنفاق ولن تسمح لها بالتعافي وتوقع أن تكون الحرب طويلة قائلا هذه الحرب مختلفة عما عرفته إسرائيل وأمامنا أيام كثيرة من القتال وسنواصل الحرب حتى تحقيق الأهداف وإعادة الرهائن